لم يخطر في بالي أي مواطن عراقي أن يأتي اليوم الذي تقترب فيه سوق الصفافير إحدى أهم المعالم التراثية للعاصمة بغداد من الاندثار حيث يرجع تاريخ السوق إلى عصر الدولة العباسية وتتسع ذاكرة المكان لأحداث عاشها العراق منذ ألف عام لنسوق الصفافير غزيتها من غزا غزيتها القماشة قام يطول الصفار خمس دفاتر، ست دفاتر، عشر دفاتر أخذها كسر قفرية المحل طلع منه لأن الشغل ما عنده لأن الدولة ما دعمتها بصفر بنحاس استوردت له واشتغل وجاب ووده بطل اكتسبت السوق اسمها من الصفرة وهي لون مادة النحاس المستخدمة في صناعة الأشغال اليدوية للعاملين فيه وتمتد السوق بطول خمسمائة متر تقريبا وعندما كان البلد ينعم بالأمن كانت السوق مقصدا للسائحين الراغبين باقتناع أو مشاهدة المصنوعات اليدوية من أيقونات نحاسية لحضارة بابل وسامراء والمدرسة المستنصرية ودى شوف الأقبال عليهم وذاك الأقبال مثل ما قبر كما قبر الأجانب يجون دول العربية دول أزنبية قبر تيجون لسوق الصفات تاقض الشغلات مقتنغة لأثار العراقية باقتنا على شكل مدخوطات بسيطة على كالسلواني على نقش معين والحضارة البابلية والحضارة السومرية إلى آخره من حضارات حال السوق لا تختلف كثيرا عن حال البلاد هذه الأيام حيث بدأت تتقلص وتصمت فيها تدريجيا أصوات ضربات الحرفيين على النحاس التي كانت أبرز معالمها بعد أن نافس المستورد من الصين ما كانوا يبدعونه بأيديهم ما أدى لانحسار الحرفيين والمحلات قرضت، ليس قاعدت تنقرض من السوق إذا حضرتك إلى أن تتجول بالسوق يمكن أن لا تصادف لك أكثر من أعداد الأصابع المحلات الموجودة لا يتجاوزوها، أعداد الأصابع أمين هو يعد يهم غاب السياح الأجانب عن السوق بعد عام 2003 بسبب تدهور الوضع الأمني وأهملت الحكومات التي تعاقبت على العراق السوق وصنعه المهرة والعراقيون اليوم تفطر قلوبهم ما آلت إليه أحوال هذه السوق بالرغم من كل ذلك، يثقون بأن اليوم الذي ستملع فيه أصوات مطارق الحرفيين هذا المكان سيعود قريبا من جديد